كمان عايز اقول لكم مش معنى ان المستشار مرتضى مش موجود او هو مش قابل ان هو موجود باي مسمى الا بحكم قضائي انه هيسيب النادي لأ المستشار مرتضى بيحب نادي الزمالك مهتم بالنادي اكيد هيتابع كل كبيرة وصغيرة كل الفرق اللي بتشارك في البطولات بيلاقي حلول لفرق الكرة الطائرة وكرت اليد وكل الفرق وكرت القدم وان شاء الله باذن الله طوال الايام القادمة يكون مجلس الادارة برئاسة مشار مرتضى مصور يكون قادر على يعني انه يعدي بالسفينة لبر الامان ثم ان شاء الله باذن الله نبتدي حقبة جديدة والسنوات القادمة الباقية لمجلس الادارة الحالي ان شاء الله باذن الله ونحاول نصلح حاجات كتيرة جدا مطباط عدا بيها نادي الزمالك اهمها وهي الحجز على كل البنوك من قبل وزير المالية وانا على حد علمي اول الخطوات هي ان وزير الشباب ورياضة دكتور اشرف صبحي هيتواصل مع وزير المالية ويكون في ان شاء الله انفراجة بان وزير المالية يشيل الحجز على كل اموال نادي الزمالك في كل البنوك المصرية وده جاية من البنك المركزي ان شاء الله باذن الله كل حاجة تتحل الفترة اللي جاية وكمان في انفراجة مالية ان شاء الله كل الفلوس اللي الزمالك مش عارف يدخلها يدخلها الفترة اللي جاية سواء فلوس امام عشور كمان يوم حداشر ستة يعني بعد حكم المحكمة اللي هيكون يوم خمسة ستة بعدها باسبوع تقريبا لابد ان قهربة يعني يدخل اموال نادي الزمالك المستحقة لنادي زمالك اللي بتتخطى حاليا تقريبا تسعين مليون جنيه بالفوائد باذن الله ان شاء الله وإلا هيتم ايقافه مرة اخرى لمدة ستة شهور واعتقد كمان نادي الاهل حريص واللاعب حريص ان هو بعد تقلقه الفترة الاخيرة انه يكون يعني لا يتم ايقافه مرة اخرى طيب